يعني بصفتك بس مشرف اكاديمي على عدد من المدارس الخاصة ازمة المدارس الخاصة طول الوقت ازمة واجع في كل بيت بالفعل صح ايه الحل من وجهة نظرة كل ازمة جاملة لا يا الازمة جاية ان حضرتك المدارس يعني اقل من المطلوبة طبعا احنا بسم الله ان شاء الله العدد بتزيد زي الجامعة برت ودفس الكلام العدد كبير قوي وبعدين حضرتك ايه برضو زي ما بنقول ان الناس مش قادرت يعني التكلفة اه بتبقى برضو عالية فما بنقدرش ندفع التكلفة او بمعنى اصح الوزارة بتحط تسعيره ورسوم معينة في الممكن دي ما بتبقاش مربحة بالشكل اللي مطلوب لصاحب المدرسة فطبعا زي ما بنقول بيقدر بيزوت بقدر المستطاع يعني بطريقة ان او اخرى وليه الامر مش قادر يدفع يعني الوزارة متسببة في الموضوع ثانية واحدة أنا أسوأ جداً تقصد حدثك أن الوزارة متسببة بشكل أو بآخر مش بس في موضوع أنها ملهاش رقابة على ده لأنها بتفرض على المدارس الخاصة رسوم ما والزيادة حتى بتفرض زيادة ما يعني بول مثلا إحنا أعظن 7% أقصى حاجة أربعة من أربعة لسبعة ما لا يوجد التزام أصلاً بذلك الموضوع طب مدارس مشاركة المجتمعية دي أصلاً اللي هو داخل يبني المدارس دي هو من الأول عارف هو هيعمل إيه الدولة إيه تلو أنت هتاخد المدارس دي 30 سنة هتشغلها وفقاً لكذا واقتصادية كذا مفروض أنه هو عامل دراسة جدوى سوء وفقاً للرقم اللي هي الدولة متياهوله طب والدولة ما بتعرفش المبلغ اللي بتدخل من تحت برة الحسابات الرقابة هم بيلورش بعده و بيروح لك الناس حصلت معهم مشاكل بتوع المدارس التجامع حصلت معهم مشكلة بالصدفة عرفوا أن أصلاً المفروض هم يدفعوا كذا يعني هم في الأول دخلوا لقوا مدرسة جديدة فتحة اسم دا وليه تجريبي دا وليه ولغات وكذا فقال لك هل ندخل فيها لقوا 25 دفعوها جايين بعد كده حصلت معهم مشكلة مع صاحب مدارس مع الإدارة فراحوا الإدارة قايت لهم ده أنتوا المفروض تدفعوا كذا 10,000 10,000 يعني طيب معنى كده أن الدولة اللي شاركت في ده لازم يكون لها رقابة على الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدارس اللي بتشارك فيها طيب اسمح لي دكتور معلش الموضوع دا موجع بصراحة لما قريته أن في طلبة وتحديدا طالبة اتمنعت من دخول الامتحان علشان ما سددتش المصاريف وهي موجودة في الجامعة ودي حاجة بنسمعها كتير سواء كانت جامعة أو مدرسة ودايما بيوصل خطاب لأولياء الأمور أن اللي ما سددتش المصاريف هيكون مش مسموح لي بدخول الامتحان يعني انت مش شايف اللي دي نقطة ضاغطة وخصوصا لو حد مستمر في مدرسة ونسبة الارتفاع هو مش عارفها أنا في المدرسة السنة دي بعشر تلاف السنة الجاية خلوها بخمسة وعشرين بقدرة قادر أنا مليش زم بس والذي موجودين ايه اللي بيحكم المعضلة دي علشان يبقى على الأقل في عدالة بين المتلقي للخدمة واللي بيقدم الخدمة التعليمية في مصر بص عايزة أقول لحكي حاجة احنا طبعا مش عايزة نعمل دعاية لجمعاتي عندما الطالب اللي بيخش بمبلغ معين بيفضل علي غاية ما يتخرج مهما من أول سنة لآخر سنة من أول سنة لآخر سنة حارتك مع أن هناك بعض من حقينا ان احنا زود خمسة في المية حارتك لواحدة لا فيه جمعات كتير فيه جمعات كتير حقيقة إنما احنا بقول لحارتك من الساعة بس فيه جمعات ما بتلتزمش بداولة لأ لا أصدفش التزام ده هو من حق الجمعة تزود خمسة في المية كل سنة إنما على الطالب نفسه إنما احنا بقول إن ولي الأمر والله ارتبط بهذا المبلغ وعمل حسابه طب وزي خسع في النص في قصة ولا حاجة بتتجاوزه بتبقى فيه ظروف لا بتبقى فيه بقصة يعني برضو بيبقى فيه ظروف يعني وخصويا في موضوع كورونا ده طبعا بمناسبة كورونا بس احنا سألنا إيه اللي حارتك لابسه خوفنا أنه يكون سجارة إلكترونية بحضرتك قلت لنا أنه ده اختراع يباني لمواجهة كورونا عليك يا بقى ده لتنقية لتنقية الهواء 30 سنتي حوالين 30 سنتي كده آه فيعني المفروض أتعشم يعني يجي على الوجه كمان آه يعني ده أنت كده ما هي وصلة 30 كده بتعمل لك حماية من الفيروس مفروض ده بدأري ده يباني فنتعشنا أكون كلام صح آه أنت اللي حتحسن أنا بتعايد أوصل بس السؤال بتاع دكتور محمد فتح علشان الناس لو سألت على الأسعار بتاعيتها اللي حتكون في متنوى للناس اختراع نو ماشا جايله من أخوه من كندا ده أخويا لم أعرفش لسه ما يعرفش الأسعار جاية جاية موضوع التعليم مش حينتهي هو ملف مفتوخ دايما فاندم هو التعليم هو عماد الدولة يعني أنا عايزة أقول ما هو النهاردة احنا نتكلم فيه التعليم والصحة هم دول الاتنين اللي يعني مين يحلوه؟ طيب ده اللي حنختم به عايزة أقول له حالك هو لازم الناس كلها تتعاون الحقيقة مش الدولة بس يعني لازم الناس مع بعض الحقيقة المجتمع يحس بالمسئولية ولأن مش كل يعني الحكومة مش تمش تود عسكري وراء كل مدرسة أو وراء كل واحد وليه أمر ولازم يشتكي ويعمل فلازم كننا نتعاون سوا ان احنا نحاول ان احنا نساعد بعض تمام سيد عبادي مين اللي هيحل المعضلة دي من جات نظرك؟ سريعا بالنسبة للجامعات أنا شايف ان التوسع اللي يحصل في الدولة دلوقتي في إنشاء الجامعات الأهلية ان فيه 12 جامعة أهلية قد يدخلوا للخدمة خلال سنتين حالين أربعة أعتقد حالين أربعة لكن فيه 12 جامعة وهايكونوا بس يقوموا عن الجامعات الحكومية أعتقد أن هذه المنظومة هتجبر سوء الجامعات الخاصة على الانضباط في المصروفات و المنافسة هتاخد منح أخر في المدارس لازلت أصر أن دور الدولة مهم جدا في ضبط هذه المنظومة سواء عن طريق الدفع الإلكتروني إجبار المدارس على الدفع الإلكتروني سواء على وضع آليات معينة لفكرة المصروفات الجانبية النشاط تحديد نسبة زيادة المصروفات السنوية لازم برضو تكون في تحت إشراف ورقابة حقيقية من وزارة التعليم من وزارة التربية التعليم